السلام عليكم جعلنا إياكم الدرس الجديد من سلسلة الدروس التعليمية بمادة الكيمياء التحليلية للمرحلة الأولى اليوم سنأخذ موضوع جديد والذي يسمى Stochometric Calculations أو ما يسمى بالحسابات الكيميائية حتى نفهم موضوع الحسابات الكيميائية سنرى هذا المقطع الفيديوي ونحاول نوضح بعض الأمور ومن خلالها نقرب الصورة لأذهانكم موضوع الحسابات الكيميائية حتى نبني الحسابات الكيميائية نحن نعرف أن أي تفاعل يتكون من ريكتانت التي مثل ما ظهر أمامكم هي جزئة الميثان وجزئة غاز الأكسجين تتفاعل وتضطي نماتج التي هي CO2 والH2O حتى تكون هذه المعادلة بصورة صحيحة لابد أن كمية المواد الناتجة تساوي كمية المواد المتفاعلة وأقصد بالكميات لو نجح جبهها بهذا التشبيه لو عندنا هذا الميزان هذا الميزان راح يبقين لنا لو كانت الكميات متساوية راح يكون الميزان متزن أما لو كانت المواد غير متساوية فراح تكون أحد أكفو في الميزان أكبر من الأخرى وإذا تلاحظون أن طرف المواد المتفاعلة ساوى طرف المواد الناتجة من خلال عدد مولات التفاعل راح ندخل بموضوعنا واللي سمينا بالستقليومتريك كالكوليشن أو قلنا اسمها باللغة العربية هي الحسابات الكيميائية راح ناخذ الفوليومتريك أناليسيز ونقصد بالفوليومتريك أناليسيز موضوع المعايرات شو نقصد بموضوع المعايرات؟ موضوع المعايرات أنه لو عندنا المادة A وقاعد نفعلها وإلى المادة B حتى تنتج المادة C زائد D شو كنت نطلق على هذا الموضوع موضوع معايرات؟ لو كانت كمية المادة A تساوي كمية المادة B أقصد بيها بالتساوي أنه عدد مولات المادة A يساوي عدد مولات المادة B يعني هنا أقصد بي عدد مولات A اللازمة للتفاعل مع B للوصول إلى الناتج C زائد D زين هسا أسأل سؤال متى نطلق على التفاعل؟ أن هذا التفاعل هو تفاعل معايرة حتى يكون التفاعل معايرة هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر بالتفاعل حتى نقدر نقول على هذا التفاعل هو تفاعل معايرة وغالبا ما تكون تفاعلات المعايرة هي التفاعلات التي تحصل أثناء عملية التسحيح وطبعا عملية التسحيح لازم تكون بوجود standard solution بالإضافة إلى وجود indicator أو كاشف للكشف عن نهاية التفاعل رح نجل هذا بالتفصيل بالشرائح القادم حسنا نريد أن نتعرف على الصفات الواجب توفرها في التفاعل لكي نطلق عليه أن هذا التفاعل هو تفاعل معايرة الشرط الأول أو الصفة الأولى اللي لا بد يتوفر بالتفاعل حتى نطلق عليه تفاعل معايرة يقول The stoichiometry of the reaction should be exactly known يعني نقصد بأن التفاعل يكون معلوم يعني أنا أعرف أنه A زائد B راح تطين الناتج C مثلا ولازم مش أعرف بعد لازم أعرف عدد مولات الأي اللي راح تتفاعل مع البي لإعطاء النواتج يعني نريد أن نوضح هذه النقطة بصورة دا يعني مثلا نأخذ 2 مولات من الأي تتفاعل مثلا وي 3 مولات من البي راح تطينه 2 مول من السي هذا كفرض يعني نعرف أنه التفاعل راح يكون بين الأي والبي ونعرف أنه عدد مولات المتفاعلات للأي إجقد وعدد مولات المتفاعلات للبي إجقد هنا راح نقدر نقول على هذا التفاعل هو تفاعل معايرة هذا الشرط الأول الشرط الثاني يقول direction should be revealed يعني التفاعل بين أي وبي لازم يكون سريع يعني ما يصير عدد آن المادة أي هنا وراح أضيف لها المادة بي وأنتظر نصف ساعة حتى يكمل التفاعل لازم يكون التفاعل سريع جدا يعني مجرد أنه أضيف المادة بي للمادة أي يحصل التفاعل ولازم يحصل التفاعل لو ما حصل التفاعل ما أقدر أقول على هذا التفاعل تفاعل معايرة ولو كان التفاعل تفاعل بطيء هم ما أقدر أقول على هذا التفاعل هو تفاعل معايرة الشرط الثالث الواجب توفره حتى نقدر نقول على هذا التفاعل هو تفاعل معايرة أنه ما تكون هناك تفاعلات جانبية there should be not side reactions يعني من أفاعل الآي زائد البي كنا يطينا سي وهذا السي القانية ما يصير بعدين يتكون نواتج ثانوية D زائد E هذا أسميه side reactions وهذه لو صارت فما أقدر أقول على هذا التفاعل هو تفاعل معايرة المفروض من التفاعل أي زائد بي يطيق فقط المادة C أما الصفة الرابعة اللي لازم تتوفر بالتفاعل حتى نقول على هذا التفاعل هو تفاعل معايرة لازم يكون quantitative طبعا هذا من الشرط الجدا مهمة لأنه حتى تدبني حساباتك بصورة صحيحة لازم يكون التفاعل quantitative النقطة الرابعة تقول the reaction should be quantitative شنقصد بال quantitative يعني يعدي يعني المادة A ومن تتفاعل وي المادة B لازم يكون التفاعل تام حتى يطين المادة C يعني whenomi T聊 وي B لازم يكون التفاعل تام وقصد بالتفاعل تام ويكون التفاعل باتجاه واحد يعني ما يكون التفاعل هنا بحالة الإلكوليغريم حتى تطينه C يعني A تتفاعل كلها مع B حتى تطينه C هذا اللي أقصد به أن조 assault math precisa quantitative أما الصفة الخامسة اللي لازم تتوفر بالتفاعل أن هذا التفاعل يحتوي على أنديكيتر إحنا نقصد بالأنديكيتر هو الدليل شون الدليل؟ الدليل اللي راح يكشف لي على أن التفاعل تم إحنا من نفاعل مادة أي مع المادة بي حتى نتأكد أن التفاعل تم وكوننا المادة سي لابد إلافة أنديكيتر خاص بي يأما تغير باللون يأما تكون راسب يأما تغيره بقراءة لو كنا نستخدم الجهاز أثناء عملية الفحص هذا كله حتى يدللنا على أن التفاعل تم بصورة صحيحة فهنا نحن بتفاعلات المعايرة أو تفاعلات التصحيح اللي راح نجيها لازم يكون إلى سيوتابل أنديكيتر لازم يكون إلى دليل خاص بي حتى يكشف لنا على نهاية التفاعل أما النقطة السادسة اللي هي لابد أن تتوافق نقطة نهاية التفاعل مع نقطة التكافؤ there should be very good agreement between the equivalent point اللي هي تعتبر نقطة theoretical يعني نقطة نظرية and the end point اللي هي تعتبر experimental اللي هي تعتبر تجربية أو عملية شو نقصد بهذا الكلام؟ لو نلاحظ هذا التفاعل من تفاعلات المعايرة اللي نستخدم به السحاحة ونستخدم conical flask عملية التصحيح تطلب أنه نبدأ نضيف من هذه المادة وين بإناء التفاعل اللي هو الconical flask رح نبدأ نفتح السحاحة ونبدأ نقطر المادة اللي موجودة بالسحاحة في دورق التفاعل اللي يسمينا الconical flask هنا رح نوصل إلى مرحلة نلاحظ أنه هذه النقطة هي آخر نقطة لإتمام التفاعل هذه آخر نقطة لإتمام التفاعل يعني هذه النقطة لو نزلت في دورق التفاعل هنا رح نقول أنه التفاعل تم كمية المادة اللي تفاعلت من A أي كافأة كمية المادة اللي تفاعلت من B وهنا نقدر نقول أنه التفاعل كمل بس هذه النقطة ما نقدر نستدل عليها يعني ما نقدر نعرف أنه التفاعل تم بهذه النقطة هذه النقطة أو هذه القطرة ما نقدر نستدل من خلالها على نهاية التفاعل أما النقطة اللي بعدها النقطة اللي راح تغيرلنا لون المحلول هذه النقطة النقطة اللي تيجي بعد نقطة التكافؤ هذه النقطة شرح نسوي هذه النقطة راح تغيرلنا لون المحلول ومن خلال تغير لون المحلول راح نستدل انه التفاعل تم هذه هي تسمى بالإند بوينت وهي سميناها بالنقطة العملية الإكويفلينت بوينت كانت هي النقطة النظرية نقطة ما نقدر نستدل عليها وانما نقدر نكتشفها من خلال الحسابات الحسابات الرياضية أما النقطة العملية اللي هي الـ End Point نقدر نستدل عليها من خلال تغير يصير عندنا بالمحلول تكون راسب قلنا أو تغير لون بالمحلول أو قد يكون تغير في قراءة جهاز نستخدمه بعملية التحليل لو نلاحظ أن هذه النقطة كانت هي نقطة تكافؤ ما حدث أي شيء بالمحلول لو نزلنا النقطة اللي بعدها راح يتغير عندنا المحلول ونسمينا هذه النقطة الـ End Point والنقطة اللي قبلها كانت اسمها الـ Equivalent Point قبل لا أبدأ أحل المسائل الرياضية أريد أطيق بعض الملاحظات اللي أريدك تتبعها حتى تحصل على الناتج بصورة صحيحة بالحسابات المتعلقة بالستكليومترك كالكوليشن هنا عندك أول شيء يجب أن تفعله هو معرفة معادلة التفاعل يعني شنو معادلة التفاعل؟ يعني أنت قاعد فاعل المادة A و هي المادة B وتطيق المادة C لازم تعرف معادلة التفاعل قلنا نفاعل المادة A زائد المادة B يطينا المادة C ومو بس أعرف المعادلة لازم تكون المعادلة موزونة يعني كمل من A تفاعل ويكمل من B حتى أطيقنا الناتج C هذه أول خطوة من خطوات الحل اللي هي معرفة معادلة التفاعل وإحنا قلنا من الشروط أنه لازم يكون التفاعل معروف واحدة من الشروط التفاعلات المعروف لازم يكون عندك التفاعل معروف تعرف أنت شنو قاعد تفاعل وشنو الناتج اللي رح تحصل عليه أما الأمر الثاني المهم اللي هو بناء المعادلة الحسابية مالتك شخص بناء المعادلة الحسابية مالتك؟ أرجع للتفاعل مالتي اللي هو قلنا A يتفاعل معا B يعطينا المادة C وإحنا أخذنا 2 مول من A تفاعل ويا مول واحد تفاعل ويا مول واحد من B أطاني المادة C شون رح أبني المعادلة الحسابية مالتي؟ رح أقول أنه ملي مولات المادة A شقد رح تساوي من ملي مولات المادة B ها بي أقصد بيها المعادلة الحسابية ولو تذكرون من شرحة الملي مول أو مفهوم الملي مول قلنا هو أساس الحل بكل المسائل يعني لو تريد تحل بصورة صحيحة دائما استخدم مفهوم الملي مول هس أنا أريد أعرف إشقد ملي مولات A رح تساوي من ملي مولات B طبعا هي رح يكون 1 ملي مولات من A يساوي 2 ملي مولات من B هاي شلون طلعناها؟ إذا ما قدرت تبني معادلة الحسابية مالتك أو ما عرفت إشقد مولات من A تتفاعل ويا مولات من B رح أطيك طريقة بسيطة جدا الطريقة كالآتي رح أخذ المادة A وأخلي عدد مولاتها اللي هي يشقد 2 مولاتها اللي موجودة بالمعادلة رح أساويها مع المادة B وأخلي مولاتها اللي يشقد هنا 1 هس من خلال عملية النسبة والتناسب رح نقول أنه المادة A تساوي 2 من المادة B هاي فقط نقول ملي مول من A رح يساوي 2 ملي مول من المادة B اللي هنا قدرنا نبني المعادلة الحسابية مالتك من وصلت المرحلة بناء المعادلة الحسابية مالتك هنا خلاص يعني الباقي مجرد تعويض الباقي تعويض والوصول إلى النتائج شنو التعويض؟ أنت رح يكون عندك أحد الأطراف معلومة والطرف الثاني مجهول يا أما هذا الطرف معلوم أو هذا الطرف معلوم وأنت عندك ملي مولات الملي مول حتى أحسبه يا أما أروح القانون الكتلة على الفورميلا ويت أو أروح إلى قانون المولارية في الفوليوم بالمل ليش بالمل؟ لأن هنا ماخدين ملي مول لو ماخدين المول نستخدم الحجم باللتر هنا بما أنه أخذنا الملي مول فرح يكون الحجم بالمل اللي هنا قدرنا نعرف المعادلة الحسابية معلتنا وقدرنا نستخدم القوانين حتى نوصل لنتائج لريدها رح نأخذ مجموعة أسئلة بفكر مختلفة ونشوف شنو رح نبني الحسابات معلتنا السؤال الأول يقول 0.4671 جرام سامب كاربونات السوديوم الفورميلا ويت لها مقنائها 84.01 ميلي جرام ميلي مول وقدرنا نستخدم الحسابية معلتنا يعني نحن هنا دوبناها ومن ثم عايرناها أو سححناها 0.1067 مولر ونحن هنا نحتاجنا من الحامل 40.7 مول اللي يريده يقول فاين the percentage of sodium bicarbonate in the sample شوفوا قبل ما نبتدي الحل أريد لكم بعض الملاحظات الملاحظة الأولى تقول لو أعطانا سامبول السامبول معناها هنا عينة غير نقية هاي العينة تحوي على جزء من المادة اللي نريد نبحث عنها واللي سميناها سابقا بالانالايت واللي هو هنا عدنا شنو الـ NaHCO3 هذا السامبول من تعتاز فقط مني يريد بالمسألة منك حساب البرسنتج واللاحظ هنا شرائد يقول find the percentage فمتى ما راد البرسنتج راح تستخدم السامبول لو ما طلب منك بالمسألة حساب البرسنتج هنا ما راح تستخدم قيمة السامبول هسه المفروض شنو المفروض مثل ما علمتكم لازم أول شي نكتب معادلة التفاعل ومن ثم كتابة المعادلة الحسابية ونحن نجي نشوف الحل قلنا أول شي لازم نكتب المعادلة اللي هي معادلة التفاعل نلاحظ أنه صوديوم بيكربونيت أو كربونات صوديوم اتفاعلت ويا الـ HCL اشقد المولات اللي استخدمتها استخدمت واحد مول من الصوديوم بيكربونيت مع واحد مول من الـ HCL طبعا هنا بعد ما يحتاج تقول ملي مولات الـ NaHCO3 على عدد مولاتها تساوي ملي مولات الـ HCL على عدد مولاتها باعتبار أنه هي مول إلى مول فبعد ما يحتاج نسوي عملية النسوة والتناسب رح مباشرة نقول ملي مول of NaHCO3 رح يساوي ملي مول of HCL وهنا قلنا واحد مول إلى واحد مول ما هو رائد؟ هو رائد الـ % بيكربونات الصوديوم حتى نحسب الـ % الـ % تساوي تساوي الـ weight مال شنو مال Na HCO3 على الـ weight مال sample في 100% هذا القانون نستخدمه حتى نحسب النسبة المئوية لـ بيكربونات الصوديوم وزن العينة عدنا قطعنا هنا بدأت المسألة بعد وزن بيكربونات الصوديوم هنا ما عدنا حتى نحسبها مين رح نحسبها؟ رح نحسبها من ملي مولاتها شلون نحسبها من ملي مولاتها؟ رح نستفاد من المعلومات المطينيها لـ HCL اللي استخدمناه بالمعايرة من خلال المعلومات مع الـ HCL رح نحسب ملي مولاتها ونساويها بملي مولات الـ N-A HCO3 ومن ثم نطلع الوزن مال بيكربونات الصوديوم ونطلع من بعدها النسبة المئوية رح نشوف خطوات الحل بعد ما كملنا كتابة معادلة التفاعل رح نكتب المعادلة الحسابي اللي رح نستخدمها بالحل ونحن قلنا أن 1 ملي مولات من الـ N-A HCO3 رح يكافئ 1 ملي مولات من الـ HCL رح تكون المعادلة مثل ما واضحة أمامكم حسن مفروض شنو نطلع أحد الأطراف حتى نحسب الطرف الآخر بدلالته احنا هذا للريدة هذا الجزء للريدة فرح نستخرج هذا الطرف شلور رح نستخرجه؟ احنا قلنا عندنا طريقتين لحساب الملي مولات يأما ويت على الفورميلة ويت او من خلال المولارية في الفوليوم احنا اللي مطنيها بالسؤال مولارية وفوليوم فرح نستخدمه هذه المعلومات حتى نطلع ملي مولات من الـ HCL فرح نقول لي رح نستخدمه هنا هو مولر في فوليوم بعدها رح نجي نعوض عن قيمة الـ HCL تركيز وهي حجم رح نحصل على ملي مولات الـ HCL تساوي 4.345 واللي هي تكافئ شنو؟ تكافئ ملي مولات الـ NaHCO3 هس هنا قدرنا نحسب ملي مولات الـ NaHCO3 هس بعد ما حصلنا على ملي مولات الـ NaHCO3 المففوضة نحولها الى شنو؟ نحولها الى WAIT شلون نحولها الى WAIT؟ هو عندنا الـ N تساوي الـ M على الـ FW والـ FW مطنيها بالسؤال والـ N حصلنا عليها نقدر الان نحسب الكتلة هس هنا مجرد نعوض بالمعطيات اللي عندنا بالسؤال نحصل على كتلة الـ NaHCO3 تساوي 365.01 ملي غرام ليش بالملي غرام؟ لان انت مستخدم ملي مولات فالملي مولات من تستخدمه تحصل على الـ WAIT بالملي غرام حس بعد ما حصلنا على الـ WAIT بالملي غرام نلاحظ انو وزن العينة هي بالغرام فيحتاج نحول وحده من هني اما السامبل ونحولها بالملي غرام او نحول كتلة الـ Sodium Bicarbonate الى الغرام فمجرد انو نضرب هذا في عشرة أس ناقص ثلاثة رح تتحول الوحدة الى غرام وبعدها نستخدم قانون النسبة المئوية ونحصل على الـ % مع الـ NAHCO3 نجي الان مباشرة نعوض بقانون النسبة المئوية نحصل على الـ % تساوي 78.14% نلاحظ انو العشرة أس ناقص ثلاثة هي ناتج تحويل الملي غرام الى غرام اللي هنا خلصت هذه المسألة الحسابية هذا يعتبر من ابسط المسائل لان هنا استخدمت مول واحد من احد المتفاعلات وفاعلت مع مول واحد من المتفاعل الاخر ناخذ مسألة رياضية أخرى يقول وهنا مطينا مولارية و وهنا فقط مطينا مولارية الفوليوم راح يكون هنا هو المجهول طبعا لازم شنو؟ لازم أول شي نكتب معادلة التفاعل انو كم مول من النا او اج راح تتفاعل مع كم مول من اله 2 اس او فور ومن ثم نكتب المعادلة الحسابية اللي راح نستخدمها بالحل راح نبدي أولا نكتب معادلة التفاعل عدنا انا اي او اج اتفاعلت وهي اله 2 اس او فور طبعا حامض مع قاعدة مثل ما تعرفون يعطينا ملح زائد ماء يعني انا اي 2 اس او فور زائد اله 2 او انلاحظ انو عدد مولات الان اي هنا واحد وعدد المولات الان اي هنا اثنين اذا يحتاج هذه المعادلة تنضرب في اثنين حس اذا نلاحظ انو مولات الان او اج الموجودة بالمعادلة هي اثنين اما مولات ال timesي Ciao والمموجودة بالمعادلة هي واحد انا لازم نبني المعادل المعادلة الحسابية بصورة صحيحة راح نقول مل limoles of Na O h على اثنين لان مولاتها بالمعادلة اثنين تساوي ملي مولز H2SO4 على واحد منسوي النسبة والتناسب نلاحظ أنه ملي مولات الـ NaOH تكافئ اثنيا ملي مولز H2SO4 حسا هنا بنين المعادلة الحسابية مالتنا مجرد أنه نعوض عن الملي مولز اللي مطنياها بالسؤال بوحدات تركيز وحجم وهنا نعوض أيضا بوحدات تركيز وحجم وراح يكون هنا الحجم هو المجهول ونستخرجه ونحصل على حجم الـ NaOH واللي يريده بالسؤال بعد ما كتبنا معادلة التفاعل نلاحظ هنا 2 مول تكافئ 1 مول من الـ H2SO4 راح نكتب المعادلة الحسابية مالتنا في ملي مولات الـ NaOH تساوي 2 ملي مولز H2SO4 راح نجي بعدها نعوض عن كل واحدة منهن بمولارتي في فوليوم فرح نقول الـ NaOH في V للـ NaOH يساوي 2 من الـ M للـ H2SO4 في الـ V للـ H2SO4 نلاحظ أنه هاي القيمة معلومة طانيها بالسؤال كذلك المولارية مع الـ H2SO4 طانيها بالسؤال كذلك المولارية مع الـ NaOH مطانيها بالسؤال تبقى فقط عندنا الفوليوم للـ NaOH واللي هو يريده من عندنا بالسؤال نحن نجي هسا نعوض نحصل على أنه الفوليوم للـ NaOH يساوي 4 مر نلاحظ أن هذا السؤال فكرته جدا بسيطة فقط أنه كان الاختلاف عن الفكرة السابقة أنه هنا عدنا عملية معايرة كانت مولاتها مختلفة يعني هنا مول 1 من الـ NaOH يكافئ 2 مول من الـ H2SO4 إحنا قلنا بعد ما تكتب المعادلة الكيميائية تكتب المعادلة الحسابية ولو كتبتها بالصورة الصحيحة هنا بعد خطوات الحل ستكون مجرد بس تعويض وتحصل على الناتج اللي تريده اللي هنا خلصت محاضرتنا إلى اللقاء في درسا قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة